الرسم والكتابة بيرايحوا فعلا؟ طبعا أي هوايات بنطالب بيها أن أنت لما يكون عندي مشكلة نفسية أو حتى في الوقت العهدي الهواية دي عملها لفترة يعني نقدر نقول لو أنا بمارس هواية بحبها لمدة يوم أو عدة ساعات في يوم كل أسبوع كافيلة بأنها تخلي لبقية الأسبوع أنا عايش في استقرار نفسي أو عايش الدنيا حتى لو رياضة تنمشي حتى لو أنا أتكلم مع زميل صديق أو حتى أنا برتاح له في عائلتي طب بس دي بتبقى مسكن أو العلاج؟ يعني طبعا الأتنين على الأقل هتريحني المدة يعني هو ده يقال أن ساعتين من ممارسة الهواية أسبوعيا كافيرة بأن هي تخليلي أو تبص فيها نشاط وحيوية بقية الأسبوع علشان كده الناس بتحول تعمل برة مثلا أو ثلاث نهاية الأسبوع دي حاجة مقدسة بالنسبة له فيش حاجة اسمها أنام لا دايما يروح جبل يروحه مش عارف بحر لما يروح حاجة زراع يغير ما فيش حاجة اسمها غير عندنا إما نام إما يجيب طلبات البيت إما روح وصال الحرب عند الميكانيك الحاجات دي كلها أو تروح عند مامتها ما أنت روحتي عند ماما ماما عند أبسين في الشقر لا والله أعلم ما أنت روحتي عند ماما هو للأسف الحاجة دي عشان كده هم مقدسة يقول لك أنا لما بعمل الحاجة دي في عطلة نهاية الأسبوع باية الأسبوع بشتغل عندي باور في الشغل بتاعي فبالتالي هنا أنا بقول ممارسة هواء يا جماعة لمدة حتى ساعتين كل أسبوع بتنفس عننا